بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن مصطفى من قناة الدعوة الاسلامية. قبل بس نبدأ في اي حاجة اللي اشترك في القناة ودس على الجرس بس هو اللي يتفرج على الفيديو. لكن اللي ما اشتركش في القناة يgage يتفرج بس جنب اللي اشترك في القناة. ولو ما دس في الجرس دوت يخلي الي جنبه يدوس على الجرس ولو ما دس اللي جنبه في الجرس. الاتنين يتفرجوا بس جنب واحد برضو اشترك في القناة وده اسعى لك جرس. اخلص يا خبيب. اخلص يا باب. حاضر يا شهر حاضر. شكلنا نقفل القناة على ايدك. لا. اهزر بس مع الزوم على كده. المهم. نبدأ بقى في الموضوع عشان ما نضطلتش. بص. بس قبل ما نبدأ اكيد بعد كل ده برضو هتشترك في القناة ها. المهم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مثال جديد بيدعو بيه ان ده دليل على وجود تعارض بين الدين والعلم. قال لك ايه بقى? الكرآن بيقول ان في كم ارض يا مؤمن. قال لك ان في سبع اراضي. تب اللع ليه? انت شاف ده? ما هي ارض واحدة هي. فالقرآن غلط تماما حضرتك في المسألة دي. وخلي بالك الموضوع مش مستهل ابحاث اصلا ولا اي حاجة. انت نفسك بشايف اوه في كم ارض. هي ارض واحدة هي مش مستهلة يعني. لأ وكمان الدين بيقول ايه? اسمع كده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سبع اراضيين في كل ارض. ادم كادمكم. ونوح كنوح. وابراهيم كابراهيم. وعيسى كعيسى. وطبعا العلم الحديث دخل لا اعماق الارض وما شافش يعني الكلام ده يبقى القرآن غلط تماما من الناحية دي. طيب بص يا استاذني. اولا تعالك يا نشوف بعض النصوص الشرعية اللي بتتكلم عن عدد الاراضيين. ربنا عز جل بيتكلم في سورة الطلاق الاية رقم اتناشر وبيقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وبرضو جي في السنة ما يفيد نفس المعنى زي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وقال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع اراضيين. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبح وما ازلل والاراضين السبح وما اقلل. يعني بالقرآن والسنة في سبع اراضيين. نيجي بقى للرد على الشبهة. زي ما احنا دايما منعمل هنعرض اقوال اهل العلم. وفهمهم للنصوص دي كان ازاي? اهل العلم في المسألة دي خدوا موقفين. الاول منهم قال لك ان مفيش اصلا سبع اراضيين. هي ارض واحدة وبس. وبيقولوا ان الدليل هو ان ربنا عز وجل ذكر السماوات السبع كتير جدا في القرآن. لكن السبع اراضيين ما ذكرهمش خالص. ازاي يا عم ما احنا لسه اقلين الاية من شوية اللي احنا بنتكلم عليها على السبع اراضيين. هقول لك ازبر بس عليها. اصحاب سبع سماوات ومن الارض مثلهن لهم تفسرين. التفسير الاول ان الكلمة من في الاية زائدة. بمعنى ان ربنا عز وجل هنا بيقول انه خلق السماوات السبح والارض خلقها مثل ما خلق السماوات السبح. يعني مثلهن هنا متعلقة باصل الخلق مش بالعدد. والتفسير التاني ان المراد في الاية هنا ومن الارض مثلهن يعني في المادة والعناصر مش في العدد. اللي هو مسلا زي ما تقول انا عندي اربع كراسي خشب. وعندي كمان ترابيزة زيهم. فالترابيزة هنا مش مش زي الاربع كراسي في العدد ولكن زيها في العناصر اللي هي الخشب. ولو التفسير ده صحيح نقدر نعتبره اجاز علمي مسلا. لكن على كل حال. الرأي اللي بيقول بعد موجود سبع اراضيين يعتبر رأي ضعيف. لانه مخالف لظاهر النصوص وصراح السنة الصحيحة. واللي فيها احاديث كتير جدا بتثبت فعلا وجود سبع اراضيين. اما بالموقف التاني لاهل العلم وهو موقف جمهور اهل العلم. وقاله الكتير جدا من اهل العلم. زي ابن كثير والكرتبي والطبري والبغوي والسعدي وغيرهم. وهو ان في فعلا سبع اراضيين بالعدد. واقروا فعلا بوجوده. ابن كثير مثلا قال في تفسير قوله تعالى ومن الارض مثلهن يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك بعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم الله الذي خلق سبع سماواته ومن الارض مثلهن اي سبعا ايضا يعني بيقول ان في سبع اراضيين في العدد. كذلك الامام السعدي رحمه الله بيقول في تفسيره. اخبر تعالى انه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن. والاراضيين السبع ومن فيهن وما بينهم. لكن علماء اختلفوا حول فهم كيفية السبع اراضيين هنا. واليوم في الموضوع ده برضو عدة اقوال. القول الاول مثلا ان المراد بالسبع اراضيين هنا سبع اراضيين منفصلين عن بعض. وان في كل ارض عمار وسكان وانبياء ورسل وحاجة زال فل. واعتمدوا القول ده على اساس الرواية اللي منسوبة لابن عباس رضي الله عنهم. اللي هي الرواية اللي زكرناها في الاول ابن عباس رضي الله عنهم بيقول سبع اراضيين في كل ارض ادم كادمكم ونوح كنوح وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى. لكن الرواية دي اصلا مش صحيحة وضعفها كتير من ائمة مصطلح الحديث زي الامام البيهقي والامام احمد وغيرها. وحتى لو صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما فالامام ابن كثير تكلم عن ده بشكل جميل جدا. والف كتابه البداية والنهاية هو محمول انصح عن ابن عباس على انه اخذه من الاسرائيليات. هو سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. جاب المعلومة دي منين? هو روح مسلا للسبع اراضيين وشاف الحكاية دي? لا طبعا يبقى عرف الكلام ده منين? عشان كده العلماء بيقولوا ان الرواية دي من الاسرائيليات. اما القول التاني فبيقول ان المراد بالسبع اراضيين يعني سبع اقاليم مختلفة في طبائعها. لكن ده برضو بصراحة قول ضعيف لان النصوص واضحة. بتتكلم عن وجود سبع اراضيين مش سبع اقاليم. والامام ابن كثير تكلم عن القول ده والف تفسيره من حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق في النزعة. وخالف القرآن والحديثة بلا مستند. يعني مفيش اي دليل على اساسه تقول انت بالمعنى ده. اما بقى التالت فبيقول ان المراد بالسبع اراضيين انهم سبع اراضيين طبقات فوق بعض. يعني اللي هو طبقات لازقين في بعض كده مفيش فراغ بينهم. وده زي مثلا قول الضحاق مثلا رحمه الله بيقول انها سبعة اراضيين ولكنها مطبقة بعضها على بعض. من غير فتوكم بخلاف السماوات. واستدلوا على القول ده بالحديث اللي احنا ذكرنا في الاول. ان الظالم بيطوق في سبع اراضيين وبيخصف به. والخصف والتطويق طبعا مش هيحصل الا لو متلسقين. والقول الاخير ده بصراحة احتمال كبير جدا يكون هو الصحيح. يعني الارض اللي احنا عايشنا عليها دي تكون معمولة من سبع طبقات ارضية. وفي بعض المراجع العلمية اللي بتتكلم فعلا في طبقات الارض ان هي سبعة فعلا. لكن في نفس الوقت بنلاقي ان في خلاف بين العلماء حول عدد طبقات الارض. لان الموضوع عكس ما ناس كتير على فكرة فكرة. لسه في حاجات كتير جدا احنا ما نعرفهاش عن الارض وطبقتها. والتكنولوجيا اللي وصلنا لها لسه لحد دلوقتي مش قادرة على الوصول لأقصى اعماق الارض. لكن اللي احنا نعرفه ان الارض اللي احنا عايشين عليها مكونة فعلا من طبقات. لكن لسه في خلاف بين العلماء المتخصصين حول عدد الطبقات دي. يعني الموضوع ممكن يكون فيه اعجاز علمي برضو. سبحان الله شوف. ولازم نوضح نقطة مهمة جدا. احنا قلنا قبل كده ان في خلاف بين العلماء حول السماوات السبع. في منهم اللي بيقول ان ده غيب لا نستطيع ادراكه. وفي منهم اللي بيقول ان السبع سماوات دخلين ضمن ما يمكن ادراكه. واحنا بشكل عام بنقيد القول اللي بيقول ان ده غيب. فلو السبع سماوات غيب والآية بتقول ومن الارض مثلهم يعني السبع اراضين هما كمان غيب. ما اشمع ندية يعني هتبقى غيبة برضو. وما انفعش يتعرض المواضيع الغيبية بالعلم. وفي نقطة كمان مهمة. وهي ان فيه اقوال اراء تانية بتقول في كيفية السبع اراضين غير اللي ذكرناهم. يعني احنا بس ذكرنا اشهر الاقوال. لكن على سبيل المسال مثلا في رأي بيقول ان كل سماوات السبع فيها ارض من الاراضين السبع. يعني اللي هو السماء الاولى اللي احنا عايشين فيها ديها فيها الارض بتاعتنا والسماء التانية فيها الارض التانية والسماء التالتة فيها الارض التالتة وهكزا. طب تحب نقول لك اللي اعجب من كده? عشان نبين بس ان الناس اللي بتحاول تعارض الدين بالعلم دي عندها ضيق افك. لو خدنا بالرأي الاخير ده اللي هو ان كل سماء فيها ارض. وفي نفس الوقت قلنا ان السماوات السبع بيمكن ادركهم حسب الرأي التاني. يعني السماوات السبع جزء من الكون اللي احنا منقدر نرصده وندركه. ممكن نقوله ده كمان. يطلع اعجاز علم. تخيل بقى طب ازاي? هقول لك انا ازاي. مش العلماء اكتشفوا كواكب تانية شبه الارض. كواكب تانية شبه كوكب الارض. لكن في مجرات بعيدة جدا عننا. هو طبعا لغاية دلوقتي العلماء ما اكتشفوش كواكب مطابقة تماما للارض. وما اكتشفوش الشمس برضو مطابقة تماما للشمس بتاعتنا. لكن مين عارف? مش يمكن يكتشفوا سبع كواكب مطابقة لكوكب الارض بتاعنا. ويطلع في الاخر. على كل كوكب من دول. حياة زي عندنا. اللي عايزين نقوله في الاخر احنا ولا بنلوي يعانوا كل ايات ولا بنطلع اجاز علمي بالعافية. اللي عايزين نقوله ان الناس اللي بتحول تعرض الدين بالعلم دي عندها ضيق افك. والموضوع فعلا اكبر من فهم المعارضين. المعارضين فعلا عندهم ضيق في الموضوع ده جدا. والخلاصة ان موضوع السماوات السبع من المتشابهات. وكمان موضوع الاراضين السبع من المتشابهات. وقلنا قبل كده مدام الموضوع من المتشابهات يبقى ما ينفعش حضرتك تقول ان فيه تعارض. لان فيه اكتر من تفسير في الموضوع. يعني فيه تفسير منهم مش متعارضة مع العلم ولا حاجة. فانتش معنا اخترت انت تفسير معين وقلت ان ده معارض. في الاخر منطلع من كل الخلاف ده بايه? ان لو في معنى واضح او نص محكم واضح للسبع اراضين ما كانش هيبقى فيه اصلا متعددة. فمن الاخر كده وكل بساطة لحد دلوقتي لا نعلم كيفية ولا شكل السبع اراضين بشكل واضح ومحدد. وكل دي اجتهدات علماء. في محاولة فهم ايه هي السبع اراضين. لكن هل في نص واضح على ده? لا. وربنا عز جل بيقول في القرآن الكريم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. فاحنا اصلا ما نعرفش ايه هم السبع اراضين ولا مكانهم ولا كيفيتهم. وهو اخبار من الوحي بالغيب. وربنا عز جل لما تكلم عن صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقوه. ايوة يعني ايه? يعني الاراضين يا حبيبي دول غيب. الاراضين السبع غيب. طيب ايش طيب اكام اراضين العلم يبقى انا صح. تعالوا. فوق بس تعالوا. اول احنا مش قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت. ان عدم الادراك ده لا يعني عدم الوجود. وان عدم اكتشاف الشيء لا يعني عدم وجوده. وان الغيب غير مناقض للعقل. لكن العقل غير مدرك له. وطالما الغيب ده انت اصلا ما تعرفوش. يبقى انت ينفع تعترض عليه ازاي? ما انت اصلا هتعترض ازاي على شيء? انت اصلا مش عارف? عمر بن الخطاب رضا عنه. في واحد من الناس جي وقال له يا امير المؤمنين اذا كانت الجنة عرضوها كعرض السماء والارض. فاين النار? فقال له فاين الليل? ازا جاء النهار. عمر بن الخطاب رضا عنه هنا يقصد يقول له عدم ادراكك لجهنم لان الجنة بعرض السماء والارض ده عدم الادراك. يعني ده غيب. مش يعني دوت ان ما فيش نهر. والدليل انك بالليل مش شايف الا ليل. هل ده معناه ان ما فيش نهر? لا طبعا فيه. وفي نفس الوقت كمان. لكن انت مش مدركه بشكل مباشر. وعدم ادراكك ده لا يعني عدم وجوده. اخر حاجة هقولها لك ملحوظة صغيرة. العلم اصلا لحد الوقت ما وصلش لمعرفة كل شيء. عشان انت تبني على العلم تجذيب ما لم يأتي به. يعني العلم اصلا لحد الوقت ما وصلش الا 4% من الكون. وعلى اقصى الاقوال ان هو وصل ل 10% من الكون. وحتى ال 10% دول احيانا بيكون فيهم اخطاء فبيعيدوا النظر فيها. يعني عدم معرفة العلم التجريبي بكيفية ومكان الاراضين السبع. ده ما بيعنيش عدم وجودهم. ده بيعني ان الاراضين السبع ضمن التسعين في المئة من الكون اللي احنا لسه ما اكتشفنهمش. بس يعني موضوع بسيط والله. ثانيا العلم التجريبي ده انتاج بشري. والبشر في النهاية ليهم قدرات محدودة. اما الكون بالاراضين بالسماوات فمن خلق الله. وربنا بيقول انتم اعلم ام الله. اكيد هنصدق كلام ربنا. خصوصا ان البشر ما عندهمش قول فصل اصلا في الموضوع. بس يا سيتي. لو عاجبك بقى الفيديو اعمل لايك وشير وتعليق برأيك. وشارك مع اصحابك واخواتك والعائلة كلها كده. وزبط لنا الدنيا وما تنساش تشترك في القناة. لو لسه مش مشترك ودوس على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام اشتركوا في القناة